محبي ومشاهدي قناة طيول أعزاء السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الساحة والعافية قبل البدء صلوا على النبي ودعمونا بإعجاب واشتراك في القناة إن كنت من المشاهدين الجدد ووضع علامة الإعجاب تساعدون عن نشر مزيد إن شاء الله هذا الفيديو قمت به نزولا عند رغبة أحد المتابعين الذي قال لي عندما تقوم بذبح طائر السمان شاركنا فرئيسه لنرى حجمه الحقيقي وكمية الشحم التي يحملها كما أنتم تشاهدون هنا اليوم قمت بذبح عشر سمانات وزن الواحدة 350 قرام ما شاء الله كل أجسامها مليئة بالشحم يظهر لكم جليا من الخارج ويعود هذا إلى الاعتناء المستمر بهذه الطيور وترجع هذه النتيجة الجيدة إلى عدة أسباب من أهم أسبابها نظافة المكان زائد تقديم علف مركب مع تقديم بعض المضادات الحيوية إذا لازم الأمر لحماية الطيور من الأمراض لأن العدو الأول للطيور هو الأمراض فتصبح إجسامها هزيلة زائد ترك الإضاءة ليلا لزيادة ساعات الأكل فزيادة ساعات الأكل يعني زيادة تسمين الطيور لا تبخلوا علينا بوضع علامة الإعجاب لنستمر في نشر المزيدين إن شاء الله أراكم في فيديوهات اللاحقة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر